السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم أعزائي المشاهدين في درس جديد من دروس اللغة العربية وهذا الدرس هو خاص بالطلاب ومراجعة في الامتحان وكيف نستخرج ونتعلم بعض الأسئلة في مستوى اللغة العربية ج visiting me and my students and I wish all of you is good insha'Allah and today we will review for the middle school level number three Arabic review insha Allah for Test so I wish all of you is good insha'Allah we will read the paragraph first and we answer the question we need to focus and understand what's going on لأنه مهم جدًا أن نفهم هذه الأسئلة نحاول أن نركز في القراءة ثم نستخرج ما هو المطلوب سوف نقرأ الآن القصة اليوم هي الأسفل والأسفل والأسفل الأسفل والأسفل والأسفل هذه القصة الملخصة نقول عندما يتحدث عن رومال ا بن الخطاب كلا يتحدث من الجنة وصوله مع مع достائما فهمت بجميع ما يتدفع الآن وكان يتwendه للذاتب وكان يتعطى من المشاهدين وعذا يتعطى أنه يتوقع فهما يتوقف في البرد ويندقاء المشاهدين و هو يسأل لماذا يبقى أن تبقى هذه أطناهية وذلك حولة عزوز يتسأل uno تعالىневة وما تبقى أن تبقى عمر بن الخطة لماذا تبقى هذه أطناهية أطناهية فالضوء عزوز وماي تقول وما تبقى أن تبقى المرأة وكانت تبقى من أن تبقى المرأة لأنأنا مرأة ماذا يفعله لكي يفعله لا تكيبه لأن هذه صحيحة مختلفة لديها لا تكن المشكلة في المنزل فالأمر أسجتها ماذا يفعله لكي يفعله لن تتكلمه المرأة تقول أنها تضع حجارة وما ثم تضع على نظام يتتحايل لكي تسكت هؤلاء الأطفال فيضل الأطفال ينتظرون ثم ينامون عندما لا يجدون الطعام وبذلك عندما عمر يتعلم هذا وقال عمر يتعلق ضعاة على نفسه وقال عمر ذهب يرغب قريبا وأنتجه إذا تعاضي وذهب dعyyين الصغة أيضاً على بعض الطبن consuming semaines فقام بمجدد على يوم القيامة وقام بحرارة كواناً فقام بحضة أجل وإنه يتساهلون يقولون سوف أعطني بإسراءه بحضة أمير فقام بحضة التجميع فقام بحضة أجل فقام بحضة أجل فقام بحضة أجل هل تحملون عني ذنوب يوم القيامة؟ فرفض عمر أن يعني يحمل هذه الباج أو الفلاور إلا هو أخذه وأعد الطعام للأولاد وظل يفرحهم ويضحكهم ثم أكتب لهم أعطيات بعد ذلك يعني البيان يأخذ هذا الباج فيه ويقول عندما يسألهم أن يسألهم يقول لا يمكن أن تفعل ذلك لأنني أعطيات لذلك هذا هو عمر بالخطاب نحن نعلم أن يجد أن أجد أي المخطاب أو أبنز مثل عمر بالخطاب هذا سمع الآن في ليلة مفومة في مدى المكتب كان يسير عمر بن الخطاب عمر كان يسير عمر بالخطاب عمر كان يسير عمر بلخطاب مع رجلين مع بعض أجل منه سامع صوت أطفال وقف عمر أمام البيت وبدأ على باب البيت خرجت امرأة عجوز وقف عمر أمام البيت لماذا يبكي هؤلاء الأطفال لماذا يبكي هؤلاء الأطفال لماذا يبكي هؤلاء الأطفال قالت العجوز إنهم يبكون من الجوع سأل عمر وماذا تفعلين ماذا تفعلين ماذا تفعلين الآن السؤال ماذا سمع عمر ماذا سمع عمر ماذا سمع عمر أمام البيت ماذا سمع صوت أطفال يبكي هؤلاء الأطفال يبكي هؤلاء الأطفال هذا القناة الأول الان الان ماذا سمع ومن كان عمر يسير عمر كان يسير كان يسير عمر ابن الخطاب مع رجلين من أصحابه كان يسير مع رجلين من أصحابه الثالثة لماذا كان الأطفال يقول؟ لماذا كان الأطفال يقول؟ بسيء نحن نعلم يبكي هؤلاء الأطفال من الجوع من الجوع من الجوع من الجوع سؤال الثالثة لماذا دع عمر على نفسه؟ كيف عمر يدعى دعا معه؟ يقول ويح عمر ويح عمر ويح عمر ماذا سمع عمر؟ سمع أطفال يكون أطفال يكون مع من كان يسير عمر عمر كان يسير عمر ومع رجلين دعا مع أطفال من أصحابه لماذا كان الأطفال يكون؟ من الجوع من الجوع من الجوع ماذا قال ذلك؟ اطفال هل تحملون عني ذنوبي يوم القيام؟ هل تحملون عني ذنوبي يوم القيام؟ يبه عندما أراد أصحابه يساعدونه يساعدونه لذلك نقول الآن ماذا فعلت العجوز لتصبر الأولاد؟ ماذا فعلت العجوز لتصبر الأولاد؟ قلنا وضعت الحجارة في الماء وضعتهم على النار حتى يظن الأطفال هذا طعام فينامون فينامون في ليلة مظلمة كان يسير عمر بن خطاب مع رجلين رجلين لتومن لذلك هذا هو مثنى رجلين رجلين فاعل فاعل هو الذي يفعله الكلام الذي يفعله الكلام بعد ذلك بعد ذلك يجد أن يجد المهمة في ليلة مظلمة كان يسير 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 عمر هو الذي يفعله فاعل يمكنك أن يقول عمر فاعل أخرى خرجت امرأة فاعل فاعل أيضا لدينا الكثير من فاعل اسم مجرور نوع 9 اسم مجرور يأتي بعد الاسم مين إلا عن علا في الباء الكافي اللام حرف الجر يأتي بعدها في ليلة مظلمة ليلة يقول اسم مجرور ليلة لدينا الكثير من اسم مجرور أيضا على بابي أيضا بابي أيضا لدينا البيت مضاف إليه أيضا يمكننا استخدامه يقول مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه يأتي بعد ذلك أماما فوقا تحتا خلفا لذلك البيت مضاف إليه البيت 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 المضاف إليه المضاف إليه اسم إشارة أسماء إشارة مثل هاذا هذه هذان هتان هؤلاء هذا يقول هاذا هذه هذان هتان هؤلاء نساء هتان؟ هل يمكننا أن نسمى هذا لماذا يبكي هؤلاء 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 THOSE هؤلاء هؤلاء هو إشارة للغاية الوطناء أو هنطفخ هؤلاء أطفال هؤلاء أولاد هؤلاء بنات هؤلاء رجال هؤلاء نساء دعني الظرف مكان الظرف مكان هو الأدرب يعني مكان أو الوقت في ليلة المظلمة كان يسير عمر مع رجلين من أصحاب سمع صوت أطفال يكون وقف عمر أمان فرون هذا هو الأدرب أمان فرون هذا هو الظرف مكان مكان ثم يقول فعل ماضي verb in the past something happened and finished في ليلة المظلمة كان can we say كان yes كان was or سمع here here سمع okay also وقف okay stand up وقف everything is the best okay دب دب okay دب دب knock knock خرجت خرجت get out this is all this verb in the past سأل ask so and so on okay next give me the present verb the present verb like you know the verb is having now and start to have the moon yet like ashrap nashrap tashrap yashrap alab nalab telab yalab aktub naktub taktub yaktub afham nafham yafham any verb from those so we will look and check all this are yab kuna yab yab kuna crying yab kuna can see yab kina 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 yata kina kina yab kuna 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 kumbak kuna 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 من ما ماذا متأينا كيفا من ما ماذا متأينا كيفا من ما ماذا متأينا كم okay so look forward من ما ماذا متأينا في ليلة كان يسير عمر مع رجلين لماذا لماذا is why so this is the name of question لماذا okay now he asks me جامع تكسير plural broken plural it's not ووانون or alif wa taa ووانون جامع مذكر سالم alif wa taa is the jama wa nasa so we look for something else is not like uh ashaab yes ashaab sahib ashaab is the jama taqsir and also atfal taifla atfal so it's jama taqsir is having the ashaab friends or atfal children children okay so now he asked me for opposite give me opposite ask ask is the answer is ajaba 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 talib ala imtihad the student answer the test so as salla the teacher ask the student then the student answer so opposite salla ajaba last question it's alajuz some countries use ajuz for old men but is not right the ajuz it's described the old woman so and the sheikh old is rajul the man is old called sheikh man old is sheikh so but so but women ajuz ajuz is imraa okay so this is our review today i wish all of you understand and i wish to bring a good read and learn arabic arabic is easy uh no problem with arabic we can learn it go go and inshallah you become good inshallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh